جهاز تاريخي تحققه الطابعة الثلاثية من جديد هذه المرة في مجال البناء والتعمير حيث استطاع الصينيون طباعة مابان حقيقية بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد وتحققت هذه الأعجوبة بواسطة حبر خاص يصنع من نفايات مواد البناء بدلا من الطوب التقليدي تم تحضيرها من خلال جهاز الكمبيوتر ولم يشارك أي عامل في عملية البناء هذه وأنشئت الدفعة الأولى في العالم من المباني العملية بواسطة الطابعة الثلاثية في مدينة شينجهاي شرق الصين حيث ظهرت في المدينة عشر مباني صغيرة تم إكمال بنائها بواسطة الطابعة خلال 24 ساعة فقط وبنيت الجدران الجوفاء لهذه المباني عن طريق الرش المتعدد بواسطة الحبر الخاص بدلا من الحديد المسلح والأسمنت ستعمل هذه التقنية على تقليل نفقات البناء بنسبة 50% وتحسين بيئة عمل عمال البناء فضلا عن تقديم مساكن ذات أسعار معقولة للناس وستغير تقنية الطابعة الثلاثية فنون البناء التقليدية حيث يتميز بأنها صديقة للبيئة وموفرة للطاقة غير أن صلابة ومتانة المباني التي أنشئت بالحبر الجديد لا تزال في حاجة إلى الاختبار مع مرور الوقت جدير بالذكر أن تقنية الطباعة التي تعرف بالطباعة ثلاثية الأبعاد أيضا حازت ترحيبا كبيرا في مختلف المجالات نظرا لقدرتها على تشكيل هياكل بواسطة المواد المعدنية أو البلاستيكية المسحوقة شكرا